ترجمة نانسي قنقر و قطعوا الكوبونات كلها قهوتهم لا تنزل هي ليست قهوة فقط دعنا مسدورة لا يوجد مشكلة محمد أنا بالنسبة لي أعشق الشباب الذين يعملوا في مجال العلوم والهندسة الذين يدرسوها والذين يحبوا هذه المجالات تعشقهم؟ اهتمامهم حسنا يعجبني اهتمامهم بهذه الأمور أنا لسا بفكت عشر مجموعهم رجاء أن تجاهل حسنا من الأشياء فقط عندي ملاحظة واحدة عليهم وهو أن الشباب الذين يدرسوا المواد العلمية مثل الهندسة مثل الرياضيات والعلوم المختلفة وجدت أنهم أسوأ نوع في المعاكسة المعاكسة؟ نعم في معاكسة الأخوات الغافلات هم الأسوأ أنت عندك هناك معايير هناك طبقات للأسف أنا أضعهم في المرتبة الأخيرة أنا أضعهم تحت الذي يعاكسوا بشكل مبتذل يعاكسوا بشكل مبتذل التي هي المعاكسة والأذية للسيدات الرخيصة جدا تعرفها؟ السيدات الرخيصة أو المعاكسة؟ لا المعاكسة الرخيصة لسيدات أفاضل هم أسوأ أعطيني مثال هم أسوأ بالنسبالي هم أسوأ من هذا الشخص هو المثال على وراء المثال الحركي فيبغالك تستوعبه هم أسوأ من هذا يا محمد السلام عليكم كيف حالك يا أختي؟ كيف حالك؟ تخيل لو سمحتي مامتك نحلة مامتك مامتك أنت نحلة في واحد رد لا ما هي نحلة طب من فين جبت الحلاوة دي كلها؟ تعرف أسوأ من هذا أسوأ من هذا فعلا يعني يعني أراه فعلا يعني أنت شايف أن هذا مستوى رخيص؟ لكن الثاني أسوأ نوع أنا أستخدمه دائما آخر مرة في غرناطا مول هم؟ هو أنت أنا أمضيك ظاهري كنت هم يأخذوا الرقم أنا سمعت الصفعة لم أردت لا هم الحق ينقال يأخذوا الرقم لكن هناك شيء غريب يعني نفس رقمي أرقام يفرق في المول بالفعل بالشكل مختلف من باب نشره ألا هو يأتي مجزة أرقام مختلف يعني كل رقم لحال فعلا فحلو أن واحد من المشاركين يخرب على الشيوة هنا يعني ممتاز يعني ما شاء الله عليه طيب أديكم مثال لماذا أنا أعتبر أنه اللي يهتموا بالأشياء العلمية هم أسوأ نوع في المعاكس؟ صحي لأنهم بيدخلوا المصطلحات اللي بدرسوها والقواعد العلمية داخل النصوص اللي بيحاولوا يعني لمؤاخذة في الكلمة يشبكوا فيها البنات لا عادي الشباب كلهم معتدين على الكلمة لكن يعني أنا أنا شايف هنا وجوه ناس حابب أنهم يعني أعتقد بي مارسوها في الأسواق للأسف أنهم بيدخلوا القواعد الرياضيات والفيزياء في الطرق اللي بيحاولوا أنهم يتعرفوا فيها على الفتيات أريدك مثال؟ يعني مثلا يأتيك واحد ويقول أنا كان عندي شك في القانون حق الجاذبية أليم ما شفتك ما هي ذلك؟ يستي تعتبريني خانة عشرية ويقربيني منك طيب علاقتنا قيمة مطلقة يمكن أن يظهر منها شيء سلبي أبدا آه جميل أول ما شفتك في المول صرخت وجدتها كأني أرخيميدس يعني الجو هذا بس هو سؤال هما كيف يتكاثروا بعض العبارات يعني السائل المفروض ينقرضوا من زمان أنا عشان كده وعندي مشكلة معهم يأتيك يقول لك أنت المجهول في معادلة حياتي رمانسية هذه وحياتي معادلة من الدرجة الثانية الوضع هذا السيء الذي يقول لها مثلاً منك الفوتون ومنك الإلكترون دعنا نقفل الدائرة مأساة يصفقوا فرحانين يسجلوا هناك أخي سيستخدمها هناك الفوتون وذهب على المولد سيلبس طقم حلو هذا إذا لم يكن هناك أثرت رجاء أخي لا ستتزوج عمرك لو استخدمت هذا الأسلوب أهدأ لكن هناك مشكلة أنت قلت أنا أعشق وهنا نصهم نيردز أصلاً والآن قاعدت تقول لهم منك الفوتون ومنك هناك احتمال فيه ماتشن يا رب فهموا غلط كل هذا أنا لا لدي أي مشكلة وآخر واحدة يعني حتى هذه لا أدري نقول لها أو لا نقول لها نقول للشباب يريد أن يستفيدوا اللي هو تعالي نرى إذا قانون يوتينا الثالث تعمل في الظلام أي كلام الفاضل مين تتبهدي مين تمسكت ورقتي ما هو الشيء لو سمحتك من أنت تعبس في أوراق أبدا طبعا يا أخي الذي يأخذ القلم ويكتب في أوراق الناس هذا شخص ثلاثة عشر ثمانية ألفين وأربعة أنت مين تتزوجت؟ لا، هذا يبدو لي مذكراتك الخاصة لا، دعونا أنت ماذا دارس في الجامعة؟ هندسة وتعشقهم، هندسة ماذا؟ كهرباء كنت تعرفين هندسة كهربائية هؤلاء الـ Geeks وطبعاً تاريخ المذكرات هذه قديمة جداً أنا متزوج من فترة طويلة إذا قمت بشيء في الماضي، فهو أخليه في الماضي نحن نتمنى لك التوفيق الحمد لله أنك نجوت تعرفنا كيف تكاثروا هذه الفئة آسف يا جماعة شكراً نتمنى التوفيق لباقي المشتركين لا ذكرتك التاريخ وأن هذه المذكرات لكن أمرنا لله حسناً لا، نحن نحن نعرف حسناً، أعطيكم ألف عافية، نكمل حسناً، نحن 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 نتمنى لباقي المشتركين